موسيقى تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهرها الرابع وتشهد المناطق الشرقية الأوكرانيا معاركة ضارية بين الجانبين تمكنت خلالها روسيا من السيطرة على عدة مناطق وبالتزامن مع ذلك تسعى العديد من دول العالم للعب دور الوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء الأزمة والحد من أثارها السلبية على الاقتصاد العالمي مع دخول العمليات العسكرية في أوكرانيا شهرها الرابع ما زال القتال مستمرا دون أن تلوح في الأفق بوادر لحل الأزمة وسط تعثر مساعي المجتمع الدولي والمنظمات العالمية لوقف القتال واستعادة الاقتصاد العالمي استقراره مرة أخرى منذ اللحظة الأولى لانطلاق العملية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير تشهد المناطق الشرقية لأوكرانيا معارك ضارية بين الجانبين تمكنت خلالها روسيا من السيطرة على عدة مناطق إلا أن محاولات للسيطرة على العاصمة كييف باءت بالفشل بعد أن دمرت البنية التحتية للمدينة ومع استمرار العمليات العسكرية جهة الشرق كثفت القوات الروسية عملياتها العسكرية في إقليم دونباس حيث تسعى لتطويق ثلاث مناطق في الإقليم الذي يشهد تقدما روسيا واسعا وتحشد ذلك الوحدات التي انسحبت من منطقة خاركييف والقوات التي كانت تحاصر ماريوبول الساحلية التي باتت تخضع للسيطرة الروسية بعد أسابيع من القتال والحصار للقوات الأوكرانية داخل مجمع أزوفستال للصلب وخلال الأشهر الماضية أسفر القتال بين روسيا وأوكرانيا عن سقوط الألاف من القتل والجرح والأسرى أيضا في صفوف الطرفين كما تسببت العملية العسكرية في نزوح أكثر من 6 ملايين حتى الآن نحو دول الجوار ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وفي أوكرانيا نفسها يقدر عدد النازحين داخليا بنحو 8 ملايين شخص محاولات عدة سعى إليها الغرب بالتعاون مع الولايات المتحدة لصد روسيا عن استكمال عملياتها العسكرية في أوكرانيا منها اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية لإضعاف موسكو اقتصاديا لسيما المفروض على تدفق الغاز الروسي لأوروبا وخروج البنك المركزي الروسي من النظام المالي العالمي سوافت بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على المسؤولين الروس وأيضا الرئيس فلاديمير بوتين الدعم الغربي لأوكرانيا لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل إلى مرحلة الدعم العسكري وشامل معدات ثقيلة وأنظمة دفاعات جوية متطورة وصواريخ وأسلحة مضادة للدروع بالإضافة إلى مئات من الطائرات المسيرة لمواجهة التقدم الروسي الواسع في شرق البلاد وبعيدا عن أرض المعركة وجهت العملية العسكرية في أوكرانيا ضربة جديدة للاقتصاد العالمي الذي لم يتعف بعد من الآثار السلبية لجائحة كورونا وتداعيتها على المؤشرات الاقتصادية من تراجع لنمو وارتفاع في الأسعار ووصل مستوى التضخم عالميا إلى مستويات قياسية قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شواجو إن موسكو تعمدت إبطاء عملياتها العسكرية في أوكرانيا من أجل السماح بإجلاء المدنيين وأكد وزير الدفاع الروسي أن الإعلان عن وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية يهدف لإخراج المدنيين من المناطق المحاصرة مشيرا إلى بطئ واترة العمليات العسكرية في الشرق لتجنب وقع إصابات بين سكان المدنيين أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستوضع يحوي كمية كبيرة من الدخيرة الأمريكية التي وصلت أوكرانيا في منطقة دانياسك وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف أنه تم استهداف ثلاثة مواقع قيادة وستين وثلاثين منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية وأضاف كوناشينكوف أن الطيران الروسي ضرب ثلاثة مستودعات للزخيرة كما تمكنت المقاتلات الروسية من إسقاط طائرة أوكرانية من تراز ميك 29 بالقرب من مدينة بدونسك فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خمس طائرات مصيرة أوكرانية قالت هيئة الأركان الأوكرانية أن روسيا تنشر صواريخ إسكندر الفاليستية في بلاروسيا على بعد نحو خمسين كيلو متر من الحدود وكانت هيئة الأركان الأوكرانية قد أشارت في الرابع والعشرين من إبريل الماضي إلى أن روسيا نشرت قاذفات صواريخ إسكندر المتنقلة على بعد ستين كيلو متر من الحدود الأوكرانية أكد وزير الخارجي الأوكراني ديمترو كوليبا أكد أن العملية العسكرية الروسية في أقليم دونباس هي الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأضاف كوليبا في تغريدة له عبر صفحتي الرسمية على تويتر أنه من السابق لأوانه استنتاج أن أوكرانيا لديها بالفعل كل الأسلحة التي تحتاجها لوقف التقدم الروسي في دونباس مطالبا الشركاء الغربيين بتسريع تسليم الأسلحة والذخيرة وخاصة المدفعية بعيدة المدى وناقلات الجنود المدرعة لمواجهة روسيا شدد الرئيس الروسي فلادامير بوتين على أن الاقتصاد الروسي في ظل الظروف الجديدة سيكون منفتحا وقال بوتين خلال اجتماع الحكومي حول تطوير قطاع النقل قال أن روسيا ستوسع التعاون مع الدول المهتمة بالتعاون متبادل المنفعة ووجه رئيس الروسي الحكومة الروسية لتسريع تطوير البنية التحتية في البلاد في السنوات المقبلة أعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسالة باندرلاين أن هناك 20 مليون طن من الحبوب محتجزة في موانئ أوكرانيا وذكرت رئيسة المفاوضية الأوروبية أن أوروبا تحاول التفاوض مع روسيا لإخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية مؤكدة أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل أيضا على إيجاد طرق بديلة لتصدير تلك الحبوب مشيرة إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا شملت استخدام الطاقة كسلاح ضد أوروبا عقوباتنا والشركات التي فرضت عقوبات بنفسها بدأت تستنزف اقتصاد روسيا وبالتالي تستنزف آلة حرب الكراملين الدول الأعضاء تعتني بستة ملايين لاجئة أوكراني وفي الحقيقة هناك ثمانية ملايين نازحة داخل أوكرانيا نفسها وبالتوازي أوكرانيا بحاجة إلى دعم فوري لموازنتها المحافظة على اقتصادها فيما خصف التقاعدات والمرتبات والخدمات الأساسية التي يجب أن توفرها قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي نيتو ينس ستورتنبرغ أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حطمت السلام في أوروبا وأكد ستورتنبرغ في كلمة له أمام منتدى دافوز أن نيتو وحلفائه عملوا خلال سنوات عديدة على دعم أوكرانيا مشيرا إلى أنه منذ بدء العملية الروسية تم تكثيف هذا الدعم عن طريق تقديم مليارات الدولارات والأسلحة وغيرها من المساعدات لدعم أوكرانيا في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها والمنصوص عليها في مثاق الأمم المتحدة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غاتراش أن تجاوز أعداد اللاجئين حول العالم مئة مليون شخص بسبب السرعات يعد أزمة سياسية لا تحل إلا بالتضامن وأشر المفاوض السامي لشؤون اللاجئين فليب جراندي إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت في نزوح ثماني ملايين شخص داخل البلاد هذا العام وأجبرت نحو ستة ملايين على مغادرة البلاد مضيفا أن وصول النازحين إلى مائة مليون نازح قصريا في جميع أنحاء العالم يمثل رقما صادما ومثيرا للقلق ومثيرا للقلق اشتركوا في القناة